اشتركوا في القناة حيط ابحرات وتنقلت بين الخلائق تبحث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سننوروحا تمكث في الكائنات سننوروحا تمكث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الإحسان للأبوين حكم وتشريع إلهي من التشريعات الإلهية المتعلقة بالمجال الاجتماعي ولهذا نصنفها ضمن فقه المجتمع الإحسان للأبوين كما سبق الكلام حكم وليس حق وإن كان في بعض فروعه التفصيلية يمكن أن يكون حق والحكم لا يسقط بالإسقاط يعني حتى لو أن الأب أو الأم قال لأحد أولاده ابنا أو بنت أسقط عنك هذا الأمر فإنه لا يسقط إذا كان حكم وأما ما كان حقا فإنه يسقط بالإسقاط النفق على الأبوين حق يمكن أن تسقط أو يسقط بالإسقاط أما احترام الأبوين تقدير الأبوين عدم رفع الصوت على الأبوين عدم ضرب الأبوين ها عدم قول أوف للأبوين كما نطقت الآية المباركة كل ذلك لا يسقط بالإسقاط بمعنى لو أن الأب أو الأم قال لأحد أولاده يجوز لك أسقطت عنك هذا الأمر فيجوز لك في هذه الحالة أن تقول أوف أو أن تضرب أو أن تسعب أو أن تفعل من الأفعال القبيحة فإن ذلك لا يسقط هذا الحكم عن الإبن أو البنت وإنما يبقى مكلفا هذا الحكم الشرعي الشرعي الإلهي الخاص بفقه المجتمع بداية نريد أن ننظر كيف تكلمت الآيات المباركة عنه حقيقة الآيات المباركة تكلمت عن حق أو عن حكم الأبوة أو أحكام الأبوة وهو التي تتلخص فيها الإحسان للأبوين تكلمت عن هذا الحكم بشكل أعطاه مكانة عالية جدا في نظر التشريع الإسلامي كيف؟ لأن فيه اقتران في أغلب الأحيان بشيء يرتبط بالله عز وجل كما سنجد الآن اقتران بالعبادة اقتران بالشكر اقتران بتفاصيل العبادة مثلا وما إلى ذلك هذا ماذا يجعل؟ هذا يجعل هذا الحق أو هذا الحكم من الأحكام الكبرى جدا يعني ليس حكما فرعيا بسيطا أو هامشية مع أن الأحكام الإلهية البسيط فيها والخطير فيها على حد سوا يجب على حد سوا بمعنى يجب الالتزام بهما على كل حال بل أعظم الذنوب باستهان به صاحبه لكن هنا أريد أن أبين الأحكام مراتب هناك حكم أهم من حكم وعندنا في الروايات أن الصلاة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الحج والحج أفضل من الصوم في رواية عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كذلك الأحكام الاجتماعية بروا الوالدين أفضل من صلاة الأرحام صلاة الأرحام أفضل من الأحكام أحكام الجيرة أحكام الجيرة أفضل من أحكام أو أهم لأقول في هذا المجال من أحكام العشرة وهكذا فلاحظوا الباري جل وعلا كيف حدثنا عن هذا الحكم الاجتماعي الهام أولا اقتران بالعبادة هذا الكلام أريد أن أقدم به يعني أريد أن أجعله في مطلع الحديث عن فقه الأبوة هذا الفقه الهام نريد في البداية كمطلع للحديث أن نتكلم عن الرؤية القرآنية لهذا الموضوع لأن الأحكام الشرعية تفصل بعدها ستكون مستضلة بظل هذه الرؤية القرآنية لاحظوا في كم آية قرآنية الباري جل وعلا حدثنا عن هذا الحق أقرأ لكم بعض الآيات في هذا المقام عندنا آيتان قرآنيتان الباري جل وعلا حدثنا فيهما عن الاقتران بين العبادة وبين بر أو الإحسان للأبوين آية في سورة البقرة والثانية في سورة الإسراء لاحظوا ماذا يقول الباري جل وعلا لاحظوا دقة التعبير القرآني واذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل الباري جل وعلا أخذ أهدا على بني إسرائيل وهذا لا يعني أن هذا حكم متعلق ببني إسرائيل فقط لا وإنما هذا من باب الإخبار ولكن في مقام الإنشاء يعني يخبر الباري جل وعلا أنه أخذ هذا على بني إسرائيل ونحن أيضا مكلفون بهذا الحكم طيب وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لاحظوا التعبير القرآني الدقيق لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا لاحظوا الاقتران بين العبادة عبادة الله وبين الإحسان للأبوين أمران هامان تعبدون الله عز وجل تحسنون للأبوين وهذا في إشعار بأن العبادة لا تكتمل فصولها إلا إذا كان هناك إحسان للأبوين وإلا كأن الإنسان ما عبد الله عز وجل طيب بمعنى أن مجرد يتوجه الإنسان لله عابدا ثم يعق أو يعق أبويه هذا لا يكون عابدا حقيقيا لله عز وجل كأن الآية تنطق بهذا الشيء والله العالم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا مباشرة بعد عبادة الله جاء التأكيد على بر الوالدين من خلال هذا يمكن أن نفهم بأن على رأس على رأس على رأس الأحكام الاجتماعية بر الوالدين أو الإحسان إلى الأبوين وسوف أفرق في حلقة قادمة بإذن الله بين بر الوالدين وبين الإحسان إليهما هذه آية لاحظوا الآية الثانية في سورة الإسراء وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا هذا قضاء يعني الله سبحانه وتعالى قضى وحكم ماذا حكم متعلق بالعبادة الإلهية الحكم الثاني الذي يأتي بعده مباشرة بر الوالدين مباشرة لاحظوا هناك آية في سورة الأنعام تعطي نفس المعنى تعطي نفس المعنى ولكن بطريقة عكسية كيف لاحظوا الآية ما التي تقول قل تعالوا النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يمضي إلى القبائل العربية وغير العربية في أنحاء متعددة في الصحراء صحراء جزيرة العربية كان يمر يجلس معهم يعرض لهم تفاصيل الأحكام وكان يقرأ عليهم هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم كلا كانوا يسألونهم ما هي الأحكام ما هي التشريعات ماذا تريد أن تقول يا رسول الله فيقرأ عليهم هذه الآية قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم لحظوا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هناك اقتران بين العبادة وبين الإحسان للأبوين هنا اقتران بين عدم الشرك لعدم الشرك ما ظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل وبين الإحسان للأبوين لاحظوا كيف يعني يكون هذا الأمر على درجة من الأهمية عند الله عز وجل بعدين تجينا آيات مباركة طبعا هناك إضافة أخرى سأتي عليها تأتينا آية مباركة في سورة مريم تبين يعني نفس هذا المعنى بالإشارة إلى 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 ليس عموم العبادة وإنما عبادات من نوع خاص يعني لماذا في سورة مريم وأوصاني على لسان نبي الله عيسى على نبينا وآله عليه وضل التحي والسك التسليم هكذا قال الله تعالى على لسانه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي مباشرة يعني في الآيات السابقة حديث عن مفهوم العبادة هنا عن مصاديق عبادية وأهم المصاديق العبادية الصلاة والزكاة كما أسلفت أنه على الرأس الصلاة ثم الزكاة مباشرة بعد الأحكام العبادية يعني بعد أن يعلن الإنسان العبودية لله أول عمل ينبغي أن يقوم به أن يكون محسنا بارا بأبوه اللي هنا وبرا بوالدتي لاحظوا هناك في الآيات إحسان هنا بر ما هو الفرق سأتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة اقتران العبادة ببر الوالدين عدم الشرك ببر الوالدين تفاصيل العبادية ببر الوالدين أو الإحسان لهما الشكر أيضا كما في سورة الأقمان وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ لحظوا الآية أنشكر لي ولوالديك إلي المصير لاحظوا هذا التعبير القرآن العظيم أنشكر لي ولوالديك كيف يعني أنشكر لي ولوالديك بفعل واحد أنشكر لي ولوالديك حتى الآية لم تقول أنشكر لي واشكر لي والديك كأن الله عز وجل جعل شكر الوالدين كشكره كأنه جعل شكر الوالدين في مقام شكر في مقام شكره أو لا أقل يأتي في منزلة مباشرة بعد شكر الله عز وجل وهو يوحي بأن شكر الله عز وجل يعني شكر المؤمن لله لا يتم ولا يكتمل إلا إذا شكر الإنسان للأبوين صور كيف أن هذا الموضوع من الموضوعات الهمة كيف أن هناك اختران بين العبادة وبر الوالدين عدم الشرك وبر الوالدين تفاصيل عبادية وبر الوالدين الشكر لله عز وجل وبر الوالدين كل ذلك يجعل أن بر الوالدين الإحسان للأبوين من الأمور الكبرى في نظر الدين وهو على رأس المهمات فيها على رأس الأحكام الاجتماعية المهمة في نظر الشارع المقدس لهذا ينبغي أن نعطي هذا الحكم أهمية كبرى وسنأتي إن شاء الله على تفاصيله لكني أردت أن أبين أهميته في نظر النص القرآني نأتي إن شاء الله على مزيد كلام وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين يا عالم الملك وتروحي أبحرات وتنقلت بين الخلائق تبحثون فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنن وروحا تمكثون في الكائنات سنن وروحا تمكثون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر